اليوم بإذن الله جبت لكم فطيرة البصل والحشائش بزيت الزيتون والفلفل يعني حميس إذن هذه الفطيرة درتها لكم يعني كيرا البرد وتليق في هذا الموسم يعني درتها بالحشائش يعني الكصبر والفليو والنعناع والزيبيس وسميد يكون شوي خشين شوفوك شحال طريق ديروها تاكلوها بالزيت الزيتون ولا بالحميس الحار تخرج رائعة جدا جدا شوفوا أنا راني نغمس وناكل منها راني نوري لكم ومنها راني نستمتع ونستبن بهذه الفطيرة شوفوا راهي سخونة صدقوني رائعة 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 ولكن رح نعطي لكم لغز في هذه الفطيرة أنا كي درتها تفكرت نسيت حاجة حاجة مهمة في الكوزينة ما درتهاش اللي تكون فحلاء تعال الكوزينة ولا شفت تعال الكوزينة رايح تكتب لي في التعليق واش نسيت بعد ما تشوفو المكونات إذن شوفو هنا يا عندي سميد يكون شوية خشين سميد انتع المقروط درت كيلة يعني كيلة هكا بعينية برك كيلد ونص كيلة تعال سميد يكون خفيف شوفو هنا يا راني نوري لكم تشيشة كيفاش راي دايرة وسميد كيفاش راه تعل سميد لازم يكون رافع شوية روحوا أنا درت سميد تعال المقروط وهذا سميد سميد رقيق شوفو رح نخلطهم هكا مليح هذي الفطيرة لازم لها شوية تعال سميد يكون رافع شوية روحوا سميد تعال المقروط ورح ندير الزيت نص زيت المائدة ونص زيت الزيتون رح نخلط هكا وإلا كان السميد تعالكم يشرب تشوفو هكا تبسوا وتشوفو يديكم يعني ناشفين من هذيك الزيت زيتولها شوية برسك هذي الفطيرة تحب شوية تعال الزيت باش تخرج لكم تتفتت شوفو هنا يا راني نشوف يديها ونشوف باللي في هالزيت يعني قادرة نحبس هنا ما نزيد لهاش الزيت ومعليش إلا ديرت له هذيك البصلة والحشاوش كامل نشوف يديها ما فيهمش الزيت يعني ما فيهمش الزيت نزيد لها شوفو هنا يا عندي هنا ربطان تعال نعناع وربطان تعال مع الدنوس يعني كسبرة وقفليو نحيت لهم كامل هذو كل أغصان ورحيتهم شوفو لازم يترحاو وهنا عندي ثلاث حبات بصل يكونوا يعني كبار شوفو هنا يا ديرت شوية دع زنجبيل شوية كوركم وحبة فلفل وشوية كمون وكصبر للمرحي هنا اللي تقولي وش نسيت يعني تقول لي في التعليق ونقول لها انتي شيف تعال كوزينة إذن أنا حتن من بعد تفكرت ما ديرتش حاجة نسيتها إذن راح ندير هنا العشائش هذوك وهنا ديرت البصلة والثوم ما تسيتهاش لازم يتفكروا هادثوم وكي ما قلت لكم نرحوهم كامل هنا شوفو إلى ديرتو الأغصان لحوم هنا تقدري تزيدي الشحمة أنا ما عنديش اليوم الشحمة كنت ندير لها الشحمة من اليوم ما تخلاصت لي ما ديرت الهاش منتو ما تقدروا تديرو مورصون تع الشحمة وترحوهم على البصلة هنا راح نخلط ما ندير نيل ما نيواله راح نخلط هكذا نخلطه ونعجن نخلطه ونعجن حتين هذيك المكامل تع البصلة والما اللي تكون فيه بصلة والحشيش يخرج كامل وتشربو هذيك سميت صدقوني هذو الفطيرة احنا نقولولها بالقبائلية أغروم اللحوال يعني كنت ديرت لكم الفيديو هذا بالنص بالأمازيغية ونص بالعربية ولكن نحيته وطريت نديرو برك حكا باللغة يعني اللي يفهموها كامل الناس وعلى بالي بلي اللغة الأمازيغية كينين اللي يفهموه إلا شفت يعني في التعليق كينين يقولولي ديره هولنا باللغة الأمازيغية راح نعاود نديروه ونهضر باللغة الأمازيغية هنا راح ننخلطه كامل هكا ونخليه يشرب كامل ومن بعد راحنا أنا ما راحش نديرها كامل هكذا بزاف العائلة داعي صغيرة راحنا نقسمها إلى ثلاث كوريات نحبها ناكلها شوفوا الكوريات اللي قسمتهم يكونوا هكذا أنا نحب ناكلها يعني سخونة ديرت زوج كوريات هذو كلي بقاولي ديرهم داخل الصاشي وديرتهم في الكنجيلاتور إذا هنا حتى تطاجين يسخن وهنا المبتدئات اللي ما يعرفوش يعني يرفدوها ديرتها في البابي كويسون هكا باش تسهلكم تدوها فوق الطاجين و تلوحوها لداخل وما يسربيها ولو برسك هي راهي هكا متقدرش ترفديها هكا بين يديكي برسك راهي بمبسة مليح شوفوا هنا يكي ديرتها داخل الطاجين نحيت لها غير هذي كلا هذي كلا الورق هنا شوفوا راني نطيب فيها ووريت لكم برك كيفاش راني حطيتها داخل الطاجين ودرك نوري لكم يعني كيفاش طيب ما تمسوها ما ولقوا النار تكون متوسطة ماشي خفيفة لازم تكون متوسطة وتعسوها ثم تحركوها شمالا وجنوبا ويمينا ويسارا حتى نطيب شوفوا هنا كيفاش طابت لي طيبتها داخل الكوشة خرجتلي اطرية وهذي تنتكيل سخونة ما نقري يعني تبقى لكم من بعد راح تطرع وتصخنوها برك هكا فوق هكا الفورن وبرك هكذا وتولي يعني عادية صدقوني واحد الفاترة رائعة جدا 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 ها شوفوا هنا يا ديت تحميس وشوية زيت زيتون هذي زيت زيتون رائعة جدا جدا وكي راه يذركها سخون وكي تتغمسي لداخل على برك توفوياجي واحد دلقو واحد هنا تقدروا تديروا فلفل حار انا ما حبيتش اندلها فلفل حار كينيني ما ياكلوش الحار اذا ما درتش الحار هذا الفلفل حميس حار ولكنه مش بزاف ما تقدروا تديروا لداخل الفاترة هذي ان شاء الله هشهدكم في الجنة وما بقى لي غنقلكم دم دم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام